اصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قرارا بتسديد مبلغ يقدر بحوالي 122 مليون و800 ألف ليرة سورية لعدد من المواطنين وذلك بدل أوراق نقدية مشوهة مقدمة من قبلهم وبلغ عدد المواطنين المتقدمين بطلبات تبديل أوراق نقدية مشوهة إلى المركز وفروعه بالمحافظات منذ أب العام الماضي ولغاية شباط الفائت 113 مواطنا والمبالغ المصرح بتلفها من قبلهم حوالي 193 مليون و800 ألف ليرة سورية تستمر مديرية الصناعة في ترطوس بمنح الترخيص للمنشآت الزراعية بالمحافظة إضافة إلى منح الترخيص الصناعية والحرفية داخل المناطق الصناعية هذا وبلغ عدد المنشآت الحرفية المرخصة العام الفائت 84 منشآة برأس مال 2469 مليون ليرة قال الأمين العام لجمعية مصاري في لبنان في خطاب له عن أوضاع البنوك إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للموديعين وقال الخطاب إن ودائع لبنان لدى مصر في لبنان المركزي بلغت ما يقارب 86 مليار و600 مليون دولار في منتصف شهر شباط فبراير الماضي سجلت منطقة اليورو نموا صفريا في الربع الأخير من العام الماضي وذلك في قراءة ثانية خفضت النمو الضعيف بالأساس في التكتل إلى الصفر وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن منطقة اليورو قد خفضت معدل النمو في الربع الرابع من عام 2022 إلى الصفر بالمئة على أساس فصلي مقارنة بنسبة النمو عند صفر فاصل واحد بالمئة في القراءة الأولى المعلنة منتصف فبراير أعلنت الصين استعدادها لمساعدة سيرلانكا في تخفيف عبء ديونها بعد موافقتها على إعادة هيكلة القرود التي منحتها لهذه الجزيرة وأزالت الموافقة على إعادة الهيكلة العقبة الأخيرة التي كانت ماثلة أمام الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا وتحول دون الإفراج عن خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة مليارين وتسعمائة مليون دولار اشتركوا في القناة